المساحة التصويرية فوتوغرامتري ماذا سنتعلم في درسنا لهذا اليوم؟ مزايا المساحة التصويرية أقسام المساحة التصويرية ومراحل التصوير الجوي تمهيد التقطت أول صورة فوتوغرافية بالمعنى المعروف ذلك في عام 1826 ميلادي على يد جوزيف نيس وفي عام 1859 ميلادي قام المهندس لويس داه بعمل أول تجربة لالتقاط صورة من الجو وذلك من خلال كاميرا موضوعة في منطاد وعمل خرائطا منها لأجزاء من مدينة فاريس ولذا يعرف لويس داه برائد المساحة الجوية المسح الجوي هو علم وفن تكنولوجيا وهو الحصول على معلومات كمية ونوعية عن المعالم الطبيعية والصناعية لمنطقة ما أما الصور الجوية فهي تلك الصور التي تلتقط من الغلاف الجوي لسطح الأرض على متن طائرة وتكون بواسطة كاميرا فوتوغرافية مزايا المساحة التصويرية الدقة العالية في إنتاج الخرائط ثم السرعة في إتمام العمل فاتساع حجم التغطية للصورة الملتقطة مما يؤدي لإنتاج خرائط لمناطق شاسعة في وقت زمني قليل كذلك التقلفة الاقتصادية المنخفضة وإمكانية التصوير الدوري لمتابعة انتشار ظاهرة معينة فالوصول إلى مناطق بعيدة يصعب الوصول إليها أقسام المساحة التصويرية هناك أقسام لهذه المساحة التصويرية منها واحد الصور الجوية والصور الفضائية أما الصور الجوية فيندرج تحتها الصور الرأسية والصور المائلة والصور شديدة المي مراحل التصوير الجوي وضع خطة للطيران مرحلة التصوير الفعلي مرحلة ترتيب الصور مرحلة تطبيق التثليث الجوي الملخص لدرسنا لهذا اليوم المساحة التصويرية لدينا مزايا المساحة التصويرية ويندرج تحتها الدقة العالية السرعة اتساع حجم التغطية التكلفة الاقتصادية المنخفضة والوصول لمناطق صعبة والتصوير الدوري أما أقسام المساحة التصويرية فهناك الصور الجوية والصور الفضائية أما مراحل التصوير الجوي فهي وضع خطة للطيران والتصوير الفعلي وترتيب الصور والتثليث الجوي ترجمة نانسي قنقر